بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ريح أخيط معكم بورت بيبي بأسهل وأبسط طريقة يجي كشغل قوات وفي نفس الوقت قدروا تردوه بورت بيبي هو قدعة مهمة في ترسل بيبي إذن نحتاج لاوات وقماش الدروات بالنسبة لللون والشكل فيبقى لكم على حسب الرغبة أنا عندي كما كنت شوفوا ديرت وجه القماش معاوش القماش إلى الداخل بهذا الشكل يكون يشوف إلى الداخل ولاوات حطيتها في الأسفل ماذا بيكم ديروا لاوات لي ما تكونش غليطة بالسف يعني ما تكونش غليطة بالسف عندي في الطول وفي العرض نفس المقاس متر وخمسة سنتيم إذن رايح نخيط نبدأ الخياطة من هنا نفوت عليها كامل بالخياطة حتى نوصل لهذا المكان خلي هاد المسافة مفتوحة باش نقلب القطعة فيما بعد رايح نحكم بالدبابيس تحكموا لاوات مع القماش في آن واحد بهذا الشكل تخليوا حوالي واحد ونصف سنتيم المهم كي تكونوا تخيطوا تحاولوا تحكموا القماش مع لاوات في نفس الوقت كما قلت لكم بالنسبة لهذه المسافة اللي خليتها مفتوحة يعني غادي نخيط كامل ونخلي هاد المسافة نخليها مفتوحة باش نقلب القطعة فيما بعد هنا يا بعد ما خيط كما قلت لكم واجه القماش يكون إلى الداخل رايح نقلع هاد الزوائد تع لاوات لاوات من الأحسن تستخدموا اللي تكون شغليطة بزاف حكذا باش البورت بيبي ما يجيش خشين يعني هو غادي يجي كوات وفي نفس الوقت يجي بورت بيبي وهاد المقاس يعني ستوندار يجي كبير ووافي ما شاء الله تقدروا تديروا من متر وخمسة سنتيم ولا تديروا حوالي متر وعشرة حتى المتر وعشرين يعني يجي كبير انا نفضل ندير متر وخمسة ما يجيش كبير بزاف وما يجيش صغير يعني يجي وافي ويجي وافي يعني ما شاء الله إذن هيا بعد ما قلبي بتلقيط عائلة الخارج كما شفتو هاد الفتحة اللي تبقات لي ريح ندير تنيا للقوماش إلى الداخل تنيا لكلتا القوماش حوالي واحد سنتيم إلى الداخل ريح نحكمها بالدبابيس تحكموا بالدبابيس هيا لكم اختيار فقط تغلقوا هادك الفتحة بالخياطة تقدروا تغلقوها بالبيد ديكم بخيط وابرة ولا تغلقوها بالماشينة ولا تفوتوا يعني من الجنب حتى الجنب تفوتوا بالخياطة تخليوا فقط أقل من نصف سنتيم وتفوتوا بالخياطة يعني لكم الاختيار إذا أنا ريح نغلقوه أنا يفوتوا عليها كامل بالخياطة من الجنب للجنب فوتوا عليها بالخياطة هنا يدرت عينت مسافة 8 سنتيم كامل في الأطراف ورسمت به الطبشور يعني عين 8 سنتيم بقيت نحط المترة بهذا الشكل ونمشي بهذا الطريقة ونحط نقاط بالطبشور بعد ما لقيت نقاط بالطبشور حكمت بالدبابيس ورحت الماكينة الخياطة وخيط الآن ريح نزيد نطرح للمرة الثانية أنا كذلك ريح ندير 8 سنتيم بالنسبة لهذا المقاس فلكم الاختيار تقدروا تديروا 10 سنتيم وتعودوا تديروا المربع اللي يكون في الوسط 10 سنتيم يعني لكم الاختيار أنا دير 8 سنتيم الأولى وهذه المسافة هنا يعود ريح ندير 8 سنتيم ريح نعين بنقاط بالطبشور بعد ما نعين كامل الجيهات اللقي بين النقاط بالطبشور ونروح يعني نحكم بالدبابيس لازم تحكموا بالدبابيس ولا المساسيك هذو كل يجيو كبار هكذا بشركي تكونوا تخيطوا الخياطة تحكم جي متحوفة ومتخرش عوجة وتطرح تحكم يجي جي شباب ويجي متحوف إذن هنا يا بعد ما راني نلقي بالنقاط ريح نحكم بالدبابيس بهذا الشكل ونروح لماكينة الخياطة ونخيط فين رسمت هذك الطبشور يعني الطريقة السهلة ماهلة فقط تابعوا الخطوات خطوة بخطوة وإن شاء الله ستستفادوا كما كنت شوفوا الجانب هذا اللي رها يعني في الجانب اللي قلت لكم هذك الفتحة الصغيرة اللي غلقتها بالخياطة كما شفتو متحكم على الجانب خيطت وحتى هذا الجانب اللي من هناة يعني حتى هذا الجانب يعني باش يجي كما الجانب الاخر يعني فوت عليه كامل بالخياطة إخر ما بعد ما خيطت هذا هو الشكل اللي حielle تحصلت عليها كوات هذا هو الكوات يستعمل كاكوات ورايح نزيد نخدم معه البابيون باش يولي بورت بيبي او حامل الرضيع ونعطيكم مقاسات مقاسات البابيون اذا هذي الوسادة على البابيون القطعة وهي مطوية على اتنين انا نعطي لكم المقاس تاحا فيها 35 سنتيم على 28 سنتيم بالنسبة للمقاسات فلكم الاختيار تقدروا تصغروا شوية على هذ المقاس ولا تكبروا شوية يعني كما تحبوا هنا خيطت هذ الجانب جوانب خيطتها ما درزوش خليت فقط هذي الفتحة صغيرة في الوسط ما خيطتهاش لان نسقم القوماش بهذا الشكل بحيث هذي الخياطة تكون في الوسط بهذا الطريقة ونخيط الجوانب بعد ما خيطت الجوانب نقلب القطعة من هذ الفتحة اللي خليتها في الاول يعني ما خيطتهاش نقلب بهذا الشكل بالنسبة للاخوات اللي بغوا يديروا يخدموا هذ البورتو بيبي يخدموه بلون واحد مو واحد فمتر وخمسة سنتيم يعني تكفيكم من القوماش لكن إلا بغيتوا تخدموا نوعين من القوماش فلازم تشريروا متر وخمسة سنتيم من كل القوماش يعني القوماش سامبل وقوماش يكون فيه الديسة هنا عبرت لاوات قيس هذيك الوسادة ورايح ندخلها بهذا الشكل وبعدها نسجمها ملح مع الوسادة نسجم الحواف مع الحواف غير بالعقل بهذا الشكل ويعني هذ القطعة هذ القطعة تحامل الرادع يعني مطلوبة بقوة في تروسو البيبي فإن شاء الله نكون أفدتكم ولو بالقليل يعني تقدروا تخدموها في مشاريعكم مع تروسو البيبي ولا تخدموها لكم إذا كنتم تنتظروا مولود جديد ولا تخدموها كهدية يعني تمدوه كادو وإن شاء الله تدعموني هكذا باش نحاول نقدم لكم مزيد والأفضل بحول الله في الأيام القديمة وتشجعوني بتعليقاتكم الجميلة هنا يا كيما راكوا تشوفوا بعد ما سكمتم لح هذه القطعة هذ الفتحة اللي تبقات لي غادي نغلقها غير بيدي بإبرة وخيط ونغلقها يعني خياطة تكون مخفية هذه القطعة الثانية فيها يعني رها مطوية على اتنين نعطيكم كذلك المقاس بالنسبة لهذه القطعة فلكم الاختيار تقدروا تستغنوا عليها فيها ثلاثين سنتيم على ثلاثين وعشرين سنتيم كيما قلت لكم هذ القطعات تقدروا تستغنوا عليها تخليوا فقط هذيك البابيون الأولى يعني الوسادة الأولى هنا يا كيما شفتوا خيط هذ الجوانب خليت هذ الفتحة يعني خليتها مفتوحة يعني كيما الوسادة الأولى نفس الخطوات هنا يا راح نخيط الجوانب نلاقيهم بالخياطة خلي واحد سنتيم ونخيطهم يعني نفس الخطوات اللي خيطت بها الوسادة هذيك الأولى اللي راح تكون بابيون نقلب القطعة إلى الخارج كيما قلت لكم هذ القطعة تبقى اختيارية تقدروا تستغنوا عليها يعني فقط تخيطوا الوسادة الأولى أنا الشغلة راح نخدمها بابيون فوق بابيون عقدة بشكل تحاجي شباب يعني على حساب الطلب هنا يا دائما نخرجوا هذك الزوايا باش متحصلوا على هذك الشكل الشباب إذن هنا يا غلقتها بالخياطة ذلك الفوتحة كذلك هذي غرب بابرة وخيط وغلقتهم بالخياطة هنا يا عندي هذ القطعتين اثنين قطعات خيطهم مع بعض فيهم عشرين سنتيم على سبعة سنتيم خليت نسف سنتيم أو واحد سنتيم في الجوانب لقيتهم بالخياطة ونقلب القطعة إلى الخارج يعني هذ القطعة الصغيرة هي اللي راح نحكم بيها هذك الوسائد باش في الوسط باش نتحصل على شكل بابيون تقدروا تعودوها بشارية الساتن أو شارية الحاشية يعني لكم الاختيار ولا تخدموها بشارية يعني تخدموها بالقوماش إذن راح نحط بهذا الشكل وهذه هي اللي راح نديرها في الوسط إذن نتني بهذا الطريقة على شكل بابيون ونحط هذ القطعة بهذا الشكل وهنايا نخيطها نخلي واحد سنتيم نروح لمكينات الخياطة ونخيطها كما قلتكم المقاسات تبقى لكم على حسب الرغبة هذيك مثلا هذيك البابيون الصغيرة القري تقدروا تزيدو تنقصو فيها في العرض يعني في الطول أو العرض هكذا باش تباني شوية صغيرة وتباني الوسادة الكبيرة يعني أكبر منها لكم الاختيار إذن نروح لماكينات خيط هنا يا بعد ما خيط نقلب القطعة إلى الداخل باش هذيك الخياطة تولي لي للداخل وجي الخدمة يعني ينقية ومتحوفة في نفس الوقت إذن نقلب بهذا الشكل كذلك هذي الشاريط يعني تقدروا تديروه ما تديروه شعرات كما هكا تديروه فيه فقط 5 سنتيم ولكن ما قلتكم تعوضوه بشاريط الحاشير أو شاريط الساتان نسقم الشكل تحها جيدا إذن تحصلت على هذي الشكل نروح نكمل هذيك السبتة اللي تكون اللي رايح هتلصر فيها البابيو أو هذي الشاريط فيه 30 سنتيم على متر أو 5 سنتيم بالنسبة للطول فتقدروا تديروه فيه من 90 سنتيم حتى المتر أو 20 سنتيم يعني على حسب التكميشات إيش حال تحبوه يجي مكمش لأنه رايح يلتم بلاستيك إذن هنا يطويتها على اتنين بهذا الشكل واجه القماش خليتها إلى الداخل خليت واحد سنتيم وروح تخيط بعد ما خيط قلبت الغطعه إلى الخارج بهذا الشكل يعني هات الشاريط هو اللي رايح يركب في البابيو ورايح يدخل في البورت بيبي إذن هنا يندير الخياطة في الوسط ونحدد بالمكوات نحدد بالمكوات جيدا وهنا يندير عطفة أو ندير تانية بهذا الشكل إلى الداخل في هذا الجانب ونحدد كذلك الجهة الأخرى ديرت لها تانية إلى الداخل وحددت هذا هو لاستيك ديرت فيه تقريباً 55 سنتيم ديره من 50 حتى 55 يعني على حسب العرض اللي تبغيوه هنا هي القطعه بعد ما حددتها كما راكوا تشوفو بهذا الشكل إذن هنا هي طريقة الخياطة كل واحدة وكيف أشتبغيه أنا هنا خيط هاد الجوانب وخليط فقط هاد المسافة حوالي 2 سنتيم مفتوحة في الوسط الآن راح نخيط نخلي تقريباً نصف سنتيم أو واحد سنتيم ونخيط في هاد المكان نخيط حتى للأسفل هكذا راح نخيط يعني خياطة في الوسط باش لاستيك يدخل فيه يعني الطريقة تجيكم سهلة مهلا إذا تبعتوا هاد الطريقة وإلا كانت عندكم طريقة أخرى تبغيوها ولا تساعدكم أكتر فلكم الاختيار يعني كي نعد الطرق إذن هنا ينزيد نفوت بالخط الثاني تاع الخياطة بهذا الشكل كما راكوا تشوفو يعني في الوسط تم ما راح يدخل لاستيك ودائماً دائماً تكرروا هادوك الخيوط الزائدة يعني في الاخر تكرروا هادوك الخيوط الزائدة تعكم هنها لاستيك دخلته بواحد المساك وريح ندخله في هاد المكان يعني هاد المكان اللي خيط في الجانبين في الوسط هنا رايح يدخل لاستيك إذا ندخله حتى نوصل للجهة الأخرى وهنا في الأول يعني كيتا تقربوا توصلوه مع الحفة يعني تحكموه مش ميزدش أكد يدخل لكم إذا هنا غير بالعقل وندخله بهذا الشكل يعني العرض على هاد المسافة اللي يدخل فيها لاستيك دروها حوالي واحد ونصف أو اثنين سنتيم على حسب العرض على لاستيك تاعكم باش يتمشوا إذا هنا هاد اللاستيك الحافة على لاستيك هادو نحاول ندخله في هادك التانية بهذا الشكل نتخلف هادك التانية تاع القوماش ونخيط نغلق هاد الجهة بالخياطة والجهة التانية كذلك إذا هنا ينسكم عنها الجهة التانية كذلك ندخله بهذا الشكل التانية إلى الداخل نحاول ندخلها بهذا الشكل ونغلق هاد الجانب بالخياطة رايحين تتحصلوا على شعرية بهذا الشكل كشغل فيه كشكاشة الآن رايح نغلق الجوانب إذا نحكمهم بهذا الشكل ونحكمهم بالخياطة وهذا الشكل النهائي خرج تحفة ولا أهوح كي يكون حاجة تكون قدامكم أكيد ماشي كما اللي تشوفوها في الفوطو يعني في الواقع أحلى بكثير من الصورة بالنسبة لهذه البابيون فلصرتها مع هذه السبتة غير بإبرة الخيط الخياطة يدوية ولصرتها وهذا هو شكله النهائي يستخدم ككوات كوات بيبي بهذا الشكل يخرج كبير ووافي ما شاء الله أو كحامل الرضيع يعني طريقة الطي يعني كين عدة طرق للطي تختاروا الطريقة اللي تحبوها نتوم ودخلوا هذيك البابيون بهذا الشكل كما قلتكم البابيون لصرتها مع هذك الشريط لصرتها غير بيدي خياطة إبرة وخيط وخيطها وهذا هو شكلنا النهائي إن شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو نكون أفتكم ولو بالقليل وما بقى علي غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام